كمان بتتكلم على منافسة عالمية وان حضراتك بتقدم اول تليفون محمول مصري بجودة عالية وبسعر خارج نطاق المنافسة وان حضراتك عندك خطة للتصدير لأفريقيا بس قبل ما ناقش كل التفاصيل دي عايزة ارجع بمحمد سالم المهندس خريج كلية الهندسة كان بيبدأ رحلة كفاحه مع الصناعة المصرية ازاي كنت بتشتغل وانت في الجامعة كنت بتروح تشتغل مع الوالد اللي كان بيعمل في مجال التجارة نميت مهاراتك علشان النهاردة حضراتك قاعد على كرسي نجم ادارة في مصر ازاي منذ تخرجي من الجامعة وانا حاطت قدام عناية الهدف ان احنا نبقى شركة عالمية منافسة في مجال الالكترونيات ابتديت الاول بالشغل في شركات عالمية اكتسبت منها خبرة يمكن اول شركة تعينت فيها واشتغلت فيها كانت شركة لتصميم الدوائر الالكترونية شركة امريكية الجنسية وهناك يمكن اكتسبت خبرة في تصميم اجهزة الالكترونيات والدوائر الالكترونية انتقلت منها الى شركة اخرى فرنسية يمكن كانت شغلتي فيها ادارية اكتر من هي هندسية او تقنية وكانت ان انا بدير مجموعة من دول المنطقة الموجودة فيها الشركة الفرنسية دي ومن بعدها قررت ان انا ابتدي افتح شركة سيكو للالكترونيات كمصنع لتجميع الحاسبات الالية وان يكون الحاسبات الالية ان احنا بنتجها هنا في مصر تكون لها علامة تجارية مصرية وتنافس في السوق المحلي مع تطور الوقت واصبح لنا الحمد لله كشركة بتنتج حاسبات الالية ديسكتوب بي سي اصبح لنا ماركت شير او جزء من الحصة السوقية في مصر كبير يمكن تفوقنا حتى على العديد من الشركات العالمية الموجودة والعاملة في مصر فابتدينا ان احنا ناخد خطوة جديدة بانتاج التابلت ثم اجهزة التلفونات المحمولة كانت اول خطوة ان احنا بناخدها هي تصنيع المنتجات دي تحت اشرافنا على خطوة انتاج صينية في الصين وهي كانت ساعتها ميدين شاينة لكن برضو بالعلامة التجارية بتاعتنا علشان كوادرنا الفنية تكتسب الخبرة تعرف اكتر الصناعة تعرف اسرار الصناعة نبتدي ان احنا نخش جوه العالم دوت ونتعلم ازاي نبقى مصنعين اشتركوا في القناة